أعلنت وزارة المالية الكويتية أن ميزانية السنة المالية 2016-2017 ستتضمن عجزا قياسيا قدره 40 مليار و 200 مليون دولار وهو الأكبر في تاريخ الكويت ويوازي 64% من إجمالي المصرفات المقدرة وقالت الوزارة أن المصرفات في الميزانية المقبلة ستكون 62 مليار و 200 مليون دولار من خفاض بنسبة 1.6% عن السنة المالية الحالية في حين ستكون الإيرادات 24 مليار و 300 مليون دولار وأضافت الوزارة أن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي المرتبات البالغة قيمتها 34 مليار و 200 مليون دولار الآن المشروع رأيها قد ملكون ميزانية كذلك فيها انخفاض في الانفاق الجاري والاستمرار في الانفاق الاستثماري مثل ما من النقاط الأساسية اللي منطلقين منها بأنه سوف لن نتراجع في أي انفاق رأسمالي أي انفاق يتعلق في مشاريع الخطة أي انفاق في البنية التحتية لأننا نعتقد بأن هذا جزء من الإصلاح الاقتصادي للسنوات القادمة خيارات تمويل العجز تأتي إما من سحب الاحتياطي العام أو إصدار سندات وسكوك بالدينار الكويتي مع متابعة دقيقة لاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وكذلك إذا تطلبت الحاجة نصدر سندات خارجية خارج الكويت إلى هذه اللحظة والله الحمد وهذا يدل على حصافة السياسة المالية في إدارة هذا المنف إلى الآن ما صدرنا سندات لأن السيولة المتوفرة بالاحتياطيات والعوائد عليها أوفر في هذه اللحظة ومتوفرة في الوقت نفسه وبشكل متوازي لنعد استراتيجية الدين العام لدراستها إلى ذلك أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الإصلاحات المالية ستأخذ طريقها في ميزانية الكويت ومنها ترشيد الدعومات وكشف أن جلسة لمجلس الأمة ستعقد في ثامن من فبراير لمناقشة هذا الملف نتكلم عن إصلاحات اقتصادية جزء منها بسيط هو قضية ترشيد الدعوم وقضية ترشيد المباق جزء بسيط منها فلن نتراجع عن الإصلاح بأن الفرصة مواتية الآن لإصلاحات اقتصادية هيكلية سوف نستثمر في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف لتنشيطه مختلف أنواع القطاعات الاقتصاد المحلي هناك خطة واضحة المعالم لدينا للسنوات الخمسة القادمة حتى نفعل كل التشريعات التي صدرت خلال السنتين الماضيتين لتفعيل بيئة الأعمال الكويتية ولمنح القطاع الخاص الكويتي مكانته ليساهم في إجمال الناتج المحلي للمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من الكويت وزيرة التجارة السابقة الدكتور أماني بوريسلي أهلا بك معنا دكتور أماني اليوم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في النظام المالي في الكويت ما هي لتوفير والتخفيف حدث هذا العجز بسم الله الرحمن الرحيم طبعا العجز المالي لم يكن أمرا مفاجئا كان متوقع حتى أيام الوفرة المالية لأن الوضع الاقتصادي كان أو الإيرادات النفطية كانت هي الممول الرئيسي للإنفاق الحكومي لذلك بالنسبة للمختصين لم تكن عملية مفاجئة الآن مع انخفاضات أسعار النفط انكشف الوضع المالي وأصبح دخلت الدولة في مرحلة العجز الآن يفترض أن لا ينتظر المواطن أو حتى المراقب أن نعتمد أو نغير سياستنا الاقتصادية بناء على تغيرات أسعار النفط كان يفترض أن يكون لدينا خطة استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل منذ فترة طويلة وليس نبدأ اليوم أنا سعيدة اليوم سمعت وزير المالية ممكن أنا طالبت قبل فترة بوضع استراتيجية اليوم الحمد لله أعلن وزير المالية أنه سيتم وضع استراتيجية كنت أتمنى أن يتم وضع هذه الاستراتيجية منذ فترة طويلة كما فعلت دول مجلس التعاون بعض دول مجلس التعاون ووضعت استراتيجية ونجحت في تحقيق التنويع الاقتصادي الآن ما هي الحلول المطروحة الآن إصدار سندات صرح أيضا الآن أنا استمعت إلى وزير المالية ذكر أننا الحمد لله لم نصدر سندات في السابق والآن يمكن سيتم السحب من الاحتياطي الأجيال القادمة لتمويل العجز أعتقد هذه السياسة الآن فيها شوية مشاكل لأن كل ما سحبنا من الاحتياطي أصبح إصدار السندات أصعب في الأسواق المالية العالمية إذن ترين أن خيار إصدار السندات يجب أن يتفوق على خيار سحب من الاحتياطيات النقدية الموجودة طبعا طبعا كان يفترض أن حتى أيام الوفرة المالية كان ممكن إصدار سندات لدعم عملية تمويل المشاريع أيضا كان فيه بالتصريح أنه سيستمر سيستمر الأنفاق الرأسمالي الآن يمكن التصريح كان فيه مشكلة كبيرة أنه لا يوجد ما يكفي لتمويل المرتبات وذكرت حضرتك أن تمويل المرتبات أصبحت المرتبات قيمتها 10 مليار أعلى من 10 مليار دينار كويتي أعلى من قيمة الإرادات النفطية التي هي 7 مليار لدينا 71% فقط من الإرادات لتغطية المرتبات وبالتالي هناك أزمة تغطية المرتبات وهناك أيضا المضي بالمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية لتنويع الاقتصاد وتطويره فهل سيتم التوفيق برأيك بهتين النقطتين؟ هذه معادلة جدا صعبة كان يفترض أن يكون هناك بالنسبة للمشروعات المشروعات التنموية التي ستستهلك جزء كبير من الميزانية العامة للدولة أن يتم إعادة النظر في كيفية تمويل هذه المشروعات الآن يجب أن يعاد النظر في كيفية التمويل وعدم الاعتماد على موازنة الدولة نحن بالتأكيد مع إيقاف الهدر المالي في الموازنة بالتأكيد نحن مع ترشيد الدعومات ولكن يجب أن يكون هناك استراتيجية شاملة لحد الآن ما سمعنا ما هي الاستراتيجية اللي سمعنا هو التركيز على موضوع إيقاف الدعم نتمنى أن يكون هذا ليس في التوقيت الحالي هناك كثير من الوسائل التي تستطيع الدولة من خلالها أن تنوع مصادر الدخل وخلق موارد بديلة كنا يعني أنا ما بأقول كان يفترض أننا نسويها من زمان نحن الآن دخلنا في مشكلة ومن الصعب جدا وضع الحلول ونحن في عز الأزمة في عز العجز ولكن الواقع يفرض نفسه علينا جهاز اقتصادي لو كان موجود كان توقع الأزمة ووضع الخطة البديلة ووضع الآليات لتنوع مصادر الدخل الآن نحن دخلنا في المشكلة الآن الاقتصاد الكويتي يعاني من مشكلة كبيرة لا يوجد أي مفاجآت في عملية وجود عجز نتحدث عن المشكلة ما هي الحلول التي يمكن أن تطرخ ضمن الاستراتيجية الاستراتيجية لم يتم التصريح عنها بعد ربما ليست جاهزة بعد ولكن ماذا تقترحون كبنود وتدابير ضمنها طبعا لا بد من دراسة القطاعات التي تتفوق فيها الدولة صناعيا سياحيا كل المصادر البديلة للإيرادات يجب أن توضع ويتم وضع الأولويات حتى موضوع تمويل المشاريع التنموية يجب إعادة النظر فيه موضوع الخلق مصادر بديلة للإيرادات بشكل سريع إعادة النظر في الرسوم التي تتقاضها الدولة على الأراضي هناك أراضي مؤجرة بأسعار رمزية جدا بمجرد أن يعاد النظر الآن نحن نمر بأزمة وأعتقد شريحة كبيرة من استفاد على مدى السنوات والعقود التي سبقت من استفاد من هذه الإيرادات إيرادات الأراضي يجب الآن إعادة نظر الدولة في الرسوم على هذه الأراضي ورفع قيمتها لأن نحن دخلنا في مشكلة العجز المالي أيضا عندنا بعض القطاعات مثلا من نفطية بشكل مباشر ولكن القطاعات المساندة للقطاع النفطي أيضا لا بد من خصخصة هذا القطاع ملف الخصخصة إلى الآن لم يتحرك بشكل جدي لدينا هيئة مكافحة الاحتكار ولدينا جهاز خصخصة لا بد أن تضع الحكومة تلتفت على المسؤولين عن هذه الأجهزة وتفرض عليهم القيام بعملهم بأسرع وقت ممكن لأن هذا سيقلص ويخفض عبء الرواتب عن كاهل الدولة خصخصة القطاع العام ورأينا كثير من الدول بدأت وصرحت مثل المملكة العربية السعودية صرحت بأنها ستخصخص قطاع التعليم وقطاع الصحة فلابد من التحرك سريعا في موضوع الخصخصة ويعني تكون من ضمن الاستراتيجية الموضوعة وزيرة التجارة السابقة الدكتور أماني بوريسلي من الكويت شكرا جزيلا على وجودك معنا